أخيرا صار حلمه حقيقة اللبنان حسين قووك ابن الأربع سنوات سيلتقي في ملعب سانتياغو بيرنبيو نجم فريق ريال مدريد كريستيانو رونالدو ورفاقه محققا أمنية رودته رغم كونه يحارب سرطان الدم منذ أشهر عدة وهو الذي بات يؤنسه شغفه الكبير بكرة القدم بعيدا عن مرضه كريستيانو رونالدو قول معزب الناس معزب الحراس غريب والله غريب والعوحسين بالفريق الملكي نجح بتحويل والده من مشجع برشلوني إلى مدريدي والطفل لم يتقبل حتى الساعة هزيمة فريقه المفضل أمام خصمه التقليدي برشلونة في الكلاسيكو الإسباني الأخير أيضا المرض هو أكثر من 70% علاجه نفسي فنحن بالعائلة عائلة حسين يعني نخواله لعمومته لكل العائلة نحن كنا كتير وقفين حضوا بهذا الشيء لدرجة أنه وقت بلاشنا نعرفنا أنه في بلاد بده علاجه هال فهو قص شعره حلقه حلم حسين تحقق بجهد مشترك بين رابطة ريال مدريد في لبنان والأكاديمية المتخصصة لكرة القدم التي تكفلت بكل مصاريف الرحلة إلى العاصمة الإسبانية شفنا على التلفزيون أنه حسين حلمه يروح شوف رونالدو صار في تواصل مع رابطة مشجعين ريال مدريد الرسمي برائي ستة براء الحسن وشفنا كيف الأمور اللوجستية وتقدر تخليها الحلم يصير حقيقة حبينا مش للظهور ولا أي شيء بس تنشجع شوي هالجمعيات والناس القادرين أكتر بكتير منه نحن أنه يهتموا شوي بالرياضة حسين سيعود من إسبانيا حاملاً صوراً وتوقيع وكثيراً من الذكريات وأملاً جديداً يساعده في محاربة مرضه الذي لم يمنعه من رفع شعار في الرياضة حياة رينا دويهي العربية بيروت